وسط ثاني اكبر مكان للرمال المتحركة في العالم المنطقة الملقبة ببحر الموت صحراء تحدت نظم الصحاري الجافة فتفردت ببرودة تصل الى 15 درجة تحت السفر ولكن اطلت الصين وتحدت الطبيعة وشقت هذه الصحراء باطول طريق سيارة في العالم نموذج هندسي روض الرمال المتحركة لتحمل طرقاً بطول 1300 كم تمهيد الطريق لناقلات النفط وتقلس الصفر من ثلاثة ايام الى ست ساعات فقط فكيف ولماذا تمد الصين اطول طرقها بصحراء تكل امكان المتحركة؟ اكثر المشاريع جرأة على اخطر واكثر الاماكن اهتزازاً عزيزي المشاهد نحن نسعى لنصلك بالعالم من جميع زويا فلا تنسى الاشتراك بالقناة والمرور علينا بآرائك في التعليقات صحراء تكل امكان متحركة الرمال لمن يتساءل عن اصل تسميتها فهي ترجع للاتراك ومعناها التخلي عن المكان علماً وان الشعوب التركية هم اول من سكنوها قبل سيطرة الصينيين عليها تقع صحراء تكل امكان في حوض تاريم وهو حوض صحراوي ذو مساحة ضخمة تبلغ تسعمائة وستة الف كيلومتر يقبع تاريم في منطقة غرب الصين ويستحوذ على اربعة وسبعين بالمئة من مساحة البلد الجملية وصحراء تكلامكان هي اشعر معالمه التي تكونت يوماً ما جراء المجرفات المائية لتكون اكبر صحراء صينية وثاني اكبر الصحاري ذات الرمال المتحركة في كوكبنا التي امتدت على اكثر من ثلاثمائة وثلاثة وعشرين كيلومتر ولنقرب لك معنى الرقم جيداً فهي تساوي مساحة كل من بريطانيا وهولندا معاً والآن لننتبه جيداً إلى ما سيحكى الآن لأنه سيكون محطة ساؤل في بقية الفيديو كما أشرنا سابقاً فإن التكلامكان هي ثاني صحراء متحركة عالمياً حيث تغطي الكثبان خمسة وثمانين بالمئة من مساحتها تصنف على أنها من الصحاري المدمرة بسبب زحفها المتواصل دون توقف لقلة الأمطار وكثرة العواصف الرملية التي تضاعف من زحف الرمال إلى الجنوب وهو ما ينظر بتدمير العمران هناك والغريب في الأمر أن أقصى درجات الحرارة المسجل فيها هي خمسة عشر درجة تحت الصفر أي من أبرد الأماكن وهو ما يتناقض بشكل محير نظام الصحاري والطبيعة الذي يقتضي أن تكون درجات الحرارة فيها عالية باختصار فإن صحراء تكلامكان جعلت منطقة الجنوب من بين أسوأ المناطق المناخية على مستوى العالم بالرغم من كونها تقبع ضمن طريق الحرير بآسيا الوسطى والذي قدمنا عنه وثائقيا مفصلا تجدونه على قناتنا إذن وبعد أن عرفت كل هذه المعلومات عن الصحراء المذكورة ألا تتساءل عن دوافع الصين لمد طرق أطولها يصل إلى خمسمائة كيلومتر ليشق تكلامكان المدمرة وكيف استطاعت أن تروض بحر الموت وتقبع طرقها على رمال متحركة كهذا طرق الصين تشق الصحراء انتهت من مد طرقها في المدن العمرانية فهرعت إلى صحراء صمى لا ضرع فيها ولا ماء الصين تضع أكثر مشاريعها جرأة على كفة تاتز وتمد طرقا ضخمة ضمن مشروع أضخم منها حزمة الطريق السريع الذي يصل طول خطه الإجمالي ألف وثلاثمائة وخمس كيلومتر بقيمة استثمارية تتجاوز سبعون مليار وان وهو أحد المشاريع التجربية لمنطقة شينجيانج ذاتية الحكم ومجموعة الاتصالات الصينية يعتبر المشروع من أصعب الطرق الصحراوية من حيث الإنشاء ذلك أنه يتطلب توزيعا واسعا للكثبان الرملية المتدفقة عبر نقل ما يقارب خمسون مليون طن من الرمال وهذا الرقم يعادل حمولة خمسمائة حاملة طائرات كبيرة أو أكثر ومنذ ألف وتسعمائة وخمسة وتسعين والصين تحاول إكمال طريق صحراء طاريم والذي قدر طول طرقاته الجملي بخمسمائة واثنين وعشرين كيلومتر تشق صحراء تاكليمكان الملقبة ببحر الموت ولكن عطلت الرمال أشغاله لعشر سنوات وأوقفت التغيرات البيئية عشرات الشاحنات النفطية القادمة من حوض طاريم ولحل هذه المعضلة تم بناء حزام أخضر عملاق يتوازى مع الطريق السيارة كما تم توظيف مجموعات كبيرة من العمال فتجد كل أربعة كيلومترات منزل لهؤلاء المختصين يصهرون على تأمين عمليات نقل النفط عبر مراقبة وإصلاح نظام الري المرتبطة بالغابات الممتدة على طول الطريق لتجعله خاليا من الانبعاثات الكربونية كما انطلقت في عام 2003 عمليات أخرى لزراعة ملايين الأشجار سنويا وزادت سبعون مترا لعرض الحزام وأربعمائة كيلومتر لطوله من أجل تحسين صموده والتمكن من تخفيض ألف طن من استهلاك الديزل وقرابة أربعة آلاف طن من انبعاثات الكربون وفي الفترة التي كان العالم ينطفئ شيئا فشيئا تحت وطأة أزمة صحية اشتاحت جل دوله كانت الصين من هناك تباشر في مشروع فاجأت به البشرية وأذهلتهم عندما ضربت بمخاوف الناس عرض الحاد وانهمكت في 2020 تكمل طريق سيارة جديد تقطع أضخم وأخطر صحاريها وأرجعت سبب ذلك إلى هدفها لاختصار المسافة بين مقطعتي يولا وكيومو لتكون 6 ساعات عوضا عن 12 ساعة ما يجعله أسرع طريق لقطع شمال الصين وفي غضون عام أيضا تم افتتاح طريق بيكين أوروموتش السريع ليكون أطول طريق سريع عابر للصحراء في العالم وقد تم الانتهاء منه في أقصى الظروف بسبب تفاوت درجات الحرارة الحاد والعواصف الرملية المتتالية وحتى آخر المعلومات المتوفرة لدينا فالصين الآن تملك في جعبتها من 1200 كيلومتر من الطرق السريعة عبر صحراء تاكليمكان تنقسم بين طريق رئيسي بطول يتجاوز 500 كيلومتر وطريقين آخرين تم مدهما لخدمة حياة الناس وقد نجحت الصين بذلك في تقسير وقت الصفر من ثلاثة أيام إلى عشر ساعات ثم إلى ست ساعات ومهدت لنفسها الطريق لإطلاق مشروع لتحويل جميع مولدات الديزل إلى آلات كهروضوئية كما جهزت المولدات الشمسية بأجهزة تخزين الطاقة لضمان إمدادات ثابتة بالطاقة النظيفة لعمال الصيانة على طول الطريق ولكن كيف استطاعت الصين ترويض الصحراء والتغلب على زحف الرمال المتحركة لإنهاء الطريق أعطت الصين دول العالم مثالا في حكمة البناء وتشيد البناء التحتية على أفضل وجه يمكن أن ترى ويتلخص ذلك في قدرة الصينيين على تثبيت الرمال لإكمال الطريق وضمان عدم ردمه من قبل الرمال لاحقا تم العمل على تقنية بناء العشب المتقلب أو ساحة العشب وهي تقنية هندسية يتم فيها مراعاة الشباك العشبية التي امتدت على ثمانية وخمسين مليون متر مكعب وضعت لتتماشى مع اتجاه الرياح الرئيسي بشكل متعامد حيث تكون المربعات العشبية بمثابة أحزمة لتثبيت الرمال على جانبي الطريق إضافة إلى ذلك وعملا على حماية البيئة تم بناء أكثر من تسعمائة كيلو متر من الحواجز على جانبي الطريق الهدف منها مكافحة التصحر كما عملت فرق البناء بتسوية اثنين وثلاثين كثيبا مرتفعا وملأت ثمانية وعشرين منطقة منخفضة بين الكثبان الرملية لمنع دفن الطريق السريع بالرمال إن مشروع الطريق السريع هذا هو ليس إلا الخطوة الأولى التي تضع بها الصين يدها على مخازنها النفطية التي تخفيها صحراء تاكلمكان والمعادن الثمينة التي تضمها رمالها الصفراء فبسبب بيئتها القاسية تأخر الصينيون في الوصول إلى أكبر مخازن ثرواتهم التي لم تخطر على بال العالم ولكن توقعها الجيولوجيون وبعض الخبراء الذين تحدثوا منذ البداية على أن نواي الصين من مد طرقها وسط بحر الموت بكل هذه التضحيات البشرية والمالية لا يمكن أن يكون الهدف منها فقط تقليص ساعات السفر وتسهيل عمليات نقل النفط بل الأحرى مضاعفة التنقيب على النفط بعد أن تم اكتشاف رواسب نفطية بالصحراء المهجورة تمثل لوحدها ثلاثون بالمئة من رواسب الصين الجملية هذا أولا أما ثانيا فلابد من أن نتذكر دائما أن الرمال باتت منذ فترة أكثر السلع تداولا بعد الماء لاحتوائها على أثمن المعادن الباطنية كالكوارتز والسيليكا وغيرها من الخامات التي تتهافت عليها كبار الدول من أجل صناعتها لا تنفك الصين عن مفاجأتنا بمشاريعها العملاقة ومع كل مشروع جديد نكتشف خفايا أخرى وأهداف أخرى اختفت ما بين السطور وطريقها السريع هذا الذي شقت به أخطر صحاريها لم يكن فقط تقسيرا للمسافات وإعطاء مثال حي عن التطور وفق منهج يضمن سلامة الكوكب وإنما هو نموذج آخر على أن صناعات الصين لا تعرف المستحيل وأنها جاهزة حتى لتحدي الطبيعة في سبيل أن تستغل كل مواردها في اكتساح العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر